اجتمعنا اليوم وساعة نيب وعد مخزومة أنا رسلت الأهلية وأكيد الأكترية الأهلية عندنا خبر بالموضوع أكيد الموضوع هو الموضوع السعر في الحصانات كنا بنحكي شواء أنونيا كيف مع كل موضوع يصير نعرف كيف من المنظومة السياسية يجروا يأخذونا على مواضيع دستورية صعبة الموضوع كتير هاي ينبدو خمف لئة مجلس النواب إزافينية هلا بنحكي مع كذا حدا من العدد من النواب اللي هني بيشوفونا يعني برأي من رأينا أكيد مش حدا من المنظومة وناطرين الرئيس بره والنواب البقية يكون عندهم فاعل متل متل النواب اللي بتنريف العجاد بالحصاني وأربع أيب جاية والإحساب جاية أكيد وبالأسامة رح نصميم بأربع أيب كل اللي تسببوا بماءة الإخواتنا واللي بعضهم هلعن بعرض له تحقيق ويعرض له القاضي بيطار اجتمعنا اليوم مع أهلنا يلي بالآخر بمثلوا ضحايا والشهداء يلي سقطوا بأربع آب أكبر جريمي صارت ببيروت وصارت بلبنان الجريمي مننا عملية بس جريمي مرة واثنين هالطبقة السياسية عم تذكرنا بالجريمي كل يوم بطريقة تعطيهم بهالملف شو هالبدعة إنه بالآخر بدنا نعمل محاولات نحن مع المشروع يلي بقدم فيه الحريري ويلي الحمضي المئاتي في عملية رفع الحصانات عن كل العالم هذا بعطيت حق المواطن يكون موجود فيه بس هيدا يتطلب تعديل الدستور وكل ياتم نعرف إنه تعديل الدستور يتنطر للدورة العادية وبعدين تروح بعملية التعديل والطلب التعديل أنا باستغرب إنه هون من هالمنبر مع أخواننا منقول للرئيس بري لدولة الرئيس نبي بري المادي أربعين من الدستور واضحة لا يجوز أثناء دور الإنعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من عضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف الجرما جزائيا إلا بإذن المجلس ما خلى حالة التلبس بالجريمة يعني الجرم المشهول يا دوت الرئيس مدام كل يات كل يوم عم بتقولوا إنه نحن مستعدين نرفع الحصانات ترجلوا هالكلام بالفعل ادعيه لجلسة نهار الثلاثة نهار قبل أربع آه وسبت للعالم فعليا مين اللي مستعد يرفع الحصانة عن هالأشخاص ومين اللي بالآخر عم يحميهون بيكفينا بقى ضحك على العالم وخلي القضاء ياخد مسؤوليته ويلي كان مسؤول يجب أن تطبق عليه أصعب وأكبر عقوبات موجودة لأنه الجريمة اللي صارت فيها اليوم بكفينا كلام وعملية تبيعونا كلام أنه بالآخر نحن معكم نحن ضدكم لا يمكن اليوم بكبر هالجريمة نصفي بالآخر عم نفوت بمتاهات لحتى نطول والسؤال للنواب اللي مضيوا وطيقة العار مشروع القانون بعملية عدم رفع الحصانات بالقضاء السؤال للكم عشو عم تبيعوا كلام ليش ما في حدا من أهلكم بالآخر توفى ما في حدا من أهلكم استشهد ما في ميح من حدا من أهلكم تدمرت بيوته يعني بالشون بتمنى بهالمرحلة رئيس بره يدعي نهار الثلاثة لموعد تفعليا نفرج إنه مجلس النواب مأهل الضحايا ونوقف بقى هالملف يلي كلها يتصفى تحقود على الدول ترجمة نانسي قنقر